لسه مستمرين مع حضراتكم مهرجان العلمين في نسخته الأولى ويعني في حضرة صوت اللبناني العظيم والروح المصرية الجميلة والصوت اللي بفكرنا بزمن الرحبانية نهارده في مهرجان العلمين احنا صهرانين مع النجمة المطالقة كارول سماح أهلا بي أهلا بي أهلا بي هادير مساء الخير تنورانا في العلمين مرسي هده بيتي أنا أهلي هوني بيتي عايشة في مصر اه وإحنا بنتشرفيني بوجودكم بوجود كل نجوبنا لبنانيين مرسي وأنا عارفة أنه يعني بتي نصد دلوقتي مصري ونصد لبناني صح صح انت بعاطك عن مدينة العلمين من بتاعت ما وصلت أنا متفاجأة على التطور الفزيع اللي عم بيصير بمصر منه أول ما عشت وتجوزت بمصر من عشر سنين لغاية دلوقتي تطور فزيع بكل المجالات أما العلمين دي حاجة تانية ده أنا حيقوله بعمل إعلام مباشر بس لأ بجد يعني أول ما بتوصله العظمة بالعمارات بالبناء بالمكان بجمال البحر شي كتير حلو ومبسوطة أكتر بالسيط اللي عملوا المهرجين من أول نسخة صح وأنا كتير بفتخر أني أنا عم بشارك بأول نسخة وبشكر المتحدة أنه داعيتني على أول نسخة من مهرجين العالمين محضرها إيلي الجمهور النهار داخل المهرجة محضرها حاجات بحبوها جدا أكيد في الأديم والجديد الحاجات طبعا الجمدة أدوأ شونا أنا شايفة طبعا أكيد في من آخر هتات القديم يعني بقى هتس النهاردة حتكون ليلة هتس على المسرح إزاي شايفة أنه مهرجانات الغنائية بالحجم اللي حصل في دورة المهرجين العالمين الدورة الأولى بتفرق مع الأماكن السياحية جديدة زي العالمين أكيد أول شي هذا بتساعد لسياحة البلد بتساعد أنه الناس اللي عايشة برات مصر تعرف شو فيه أماكن حلوة بمصر حتى أنا يعني باعتبر حالي أنا لأن نص مصري صرت عايشي هون وجوزي هون في أماكن لغاية دلوقتي قد ما بلد سملة كبير مصر كل يوم أو كل أسبوع بيكتشف أماكن جديدة أنا نفسي أني أروح لها فبرافو أنه هلأ سمع كتير منطقة العالمين الجديدة سمعت جدا بكل البلدان والنسر عندها حشرية أكتر تجي تشوف استعداداتك للمهرجان واستعداداتك لمقابلة الجمهور كل مرة روتين بتاعك بيكون عامل إزاي؟ أنا بعشق الناس وبعشق المسرح وبحب كتير اللقاء بيكون بحس المسرح ومكاني باتي المسرح الغنائي ولا المسرح المسرح؟ كله لأنه تبتكتبي أغاني منه أنت صغيرة وبتمثلي وبتغني لأقرب لقلبك كارل سماح بصي أنا يعني كل واحد عنده متعة مختلفة النهاردة بحلو أنه عم بغني أغاني الناس حفظتها وبترددها معي وبالمسرح الغنائي في متعة تانية لأنه بيكون بجمع التمثيل والغناء والرأس وكل إذا بدك المقومات لعندية كارل سماح بتحضر إيه جديد وهل في مفاجآت خاصة بالحفلة النهاردة في العالمين؟ الجديد آه طبعا فيه سنجل مصري بس لسه يعني مش دلوقتي بعد الصيف بجهز له بسجل أغنية قريب شفت بكلبك مصري بس هو سنجل مصري آه مقسوم دي هيك سكوب أولى طب مقسوم ده كان يليق مع الصيف قوي ليه متأخر؟ ما ليش؟ تأخرت عشان ألاقي الأغنية المناسبة بيبقاليك معايير خاصة في اختيار الأغنية؟ أكيد مش كل مقسوم بيليق على أي حد ففيه منوع مقسوم بيليق علي أكتر من غيره فكنت بدور على المقسوم ده وحيكون من كلماتي أنا فيعني حتى بقى مفاجأة عندك وقت مع الأمومة دلوقتي أنك تكتب لي كلمات؟ طبعا الفن بياخد كتير من وقته مثل الأمومة أكيد شايفة إزاي حياتك بعد الأمومة اختلف؟ بعد الأمومة صارت أعمى وصارت فيها سلام أكتر عشان هيكي عشت الأحساس الأمومة اللي أنا كنت بحلم فيه فقدر أعمل توازن بين الأمومة وبين الفن وهذا الشي حلو لما المرأة تقدر توازن بين شغلة وبيتها صحيح أحلى حاجة النهاردة أني أنت بنوارونا في مهربين العالمين مرسي هدير منتظرين السنجلي الجديدة رايزنا في أي حاجة إكسكلوزيف عن السنجلي إكسكلوزيف قلتلك أنا كذبة الكلمات صح؟ هتنزل إمتى؟ إن شاء الله يعني نقول لشهر عشرة شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا على 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 شكرا جز